في جيل يعني وصل للنهاية مرتين وما فيش توفيق انه ياخد البطولة ان شاء الله باذن الله انا عارف ان هما بيتلاموا كويس ومجموعة تتلاموا كويس وهتبقى في دماغها انها تركز تحرف على موعد مباراة مصر ومزنبيغ بكاس امم افريقيا اول تعليم كاديستيان رونالدو على من سيفوز بلقب امم افريقيا وترشحه لمنتخب المصري السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فامكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراكوا في القناة تفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية الف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة موعد مباراة مصر ومزنبيغ بكاس امم افريقيا عشرين اربعة وعشرين يستعد منتخب مصر لمواجهة موزنبيغ في الساعة السابعة مساء الاعد 14 يناير عشرين وعشرين على ملعب فليكس افوي بواني في مدينة ابتجان بكوتيفور في الجولة الاولى من دور المجموعات بكاس الامم الافريقية وتقوم جميع المباراة منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة امم افريقيا على ملعب فليكس افوي بواني في مدينة ابتجان والملعب الذي اتسع ل33 ألف متفرج أول تعليم من كريستيان رونالدو على ما أن سيفوز بلقب أمم أفريقيا وترشيح لمنتخب مصر الفوز بلقب البطولة تحدث وليد الريكراكيا المدير الفني لمنتخب المغربي عن قراء بطول الكاس أمم أفريقيا وعمد صعوبة النسخة المقبلة من البطولة وأصفر قراء بطول الكاس أمم أفريقيا 2023 بقوديفور عن وقوة منتخب المغرب تانسانيا وزامبيا وكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة وقاله وليد الريكراكي في تصرحات عبر الحساب الرسمي لاتحاد المغربي لقرة القدم بطول الكاس الأمم الأفريقية المقبلة في القوديفور ستكون الأقوى وعندما تشارك في مثل هذه المنافسات في وجود المنتخب المصري يجب أن تكون مستعدا ووصل مجموعة المغرب ليست سهلة بل متوازنة ولا يوجد فونك فروق أو مجموعة سهلة وسنستعد جيدا وسنقدم كل ما علينا حتى نزه بعيدا في البطولة وسندخل أجواء المسابقة من الآن وقتمه وليد الريكراكي حديثه أعرف القرى الأفريقية جيدا والجميع يحلم بالتتويج بلقب بطول الكاس أمم أفريقيا ونحن من ضمنهم بكل تأكيد ولدينا مجموعة رائعة من اللاعبين الذين يحلمون بالتتويج مع المغرب وستقام المباراة يوم الأربع سبعتاشر إناهل عشرين أربعة وعشرين الساعة السابعة بتوقيت مصر السادسة بتوقيت المغرب تعرف على موعد مباراة مصر ومزنبيك في كاس الأمم الأفريقية تبحث جماهي القرط القرى مع موعد مباراة مصر ومزنبيك في كاس أمم أفريقيا عشرين أربعة وعشرين عبر الإنترنت حسس سيغط منتخبنا الوطني أولى مباراته في كاس الأمم الأفريقية أمام منتخب مزنبيك الشهر المقبل وفيما لنستعرض معكم تفاصيل مباراة منتخب مصر القادمة ضد منتخب مزنبيك موعد مباراة توني سوناميبيا وقناوات النقلة للمباراة في كاس أمم أفريقيا الجميع تطلع للفوز باللقب الأغلى سواء منتخب مصر الذي يحمل الرقم القياسي كأكثر منفذها بالغالية الصمراء أو منتخب المغرب الذي شرف العرب في كاس العالم عشرين اثنين وعشرين واحتل المركز الرابع أو منتخب الجزائر بطل نسخة 2019 أو غيره من المنتخبات القوية زاد عدد المشاركين في كاس أمم أفريقيا من ستتاشر منتخب في 2017 إلى 24 منتخب ووزار الشكل الجديد للمرة الأولى في مصر عام 2016 والتي حصدتها الجزائر ثم تقررت الموسم الماضية ووصل اللقب إلى السنغال على حساب الفرعنة وتقام المباراة يوم السلساء 16 يناير عشرين 24 بتوقيت الساعة السابعة على توقيت مصر والسادسة على توقيت تونس تعرف على موعد مباراة المغرب وتنزانيا وقنوات النقلة للمباراة بكاس أمم أفريقيا تحدث وليد الريكراكيا المدير الفني لمنتخب المغربي عن قرية بطول كاس أمم أفريقيا وعمد صعوبة النسخة المقبلة من البطولة وأصفر القرية بطول كاس أمم أفريقيا عشرين ثلاثة وعشرين بكوديفوار عن وقوع منتخب المغرب تنزانيا وزنبيا وقونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة وقالوا لدي الريكراكي في تصرحات عبر الحساب الرسمي للاتحاد المغربي لقرة القدم بطول كاس الأمم الأفريقية المقبلة في الكوديفوار ستكون الأقوى وعندما تشارك في مثل هذه المنافسات في وجود المنتخب المصري يجب أن تكون مستعدا ووصل مجموعة المغرب ليست سهلة بالمتوازنة ولا يوجد فونك فروق أو مجموعة سهلة وسنستعد جيدا وسنقدم كل ما علينا حتى نذهب بعيدا في البطولة وسندخل أجواء البصابقة من الآن وأتموه لدي الريكراكي حديثه أعرف القرى الأفريقية جيدا والجميع يحلم بالتتويج بلقب بطول كاس أمم أفريقيا ونحن من ضمنهم بكل تأكيد ولدينا مجموعة رائعة من اللاعبين الذين يحلمون بالتتويج مع المغرب وستقام المباراة يوم الأربع سبعتاشر إنيه العشرين أربعة وعشرين الساعة السابعة بتوقيت مصر السادسة بتوقيت المغرب مواعي مباراة مصر ومزنبيك وقانوات النقلة للمباراة في كاس أمم أفريقيا تعود المباراة الاسمية المقبلة للمنتخب المصر أمام مزنبيك في كاس أمم أفريقيا ويستهدف منتخب مصر بقيادة البرتغالي ريف فوتوريا العودة مجددا إلى منصات التنفيج بلقب كاس الأمم الأفريقية بعد غياب دم 13 عام وأضافت النجبة التمنى إلى دولاب بطولات الفرعنة عبر تاريخ البطولة أصفرت قراءة بطولة كاس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غنه الرأس الأخضر ومزنبيك ضمن النفسات جمجموعة الثانية وذلك قبل نسخ القديوار والمقرر أن تنطلق يوم 13 يناهي العشرين وعشرين وتقتل في 11 فبراير ويستعد منتخب مصر لمواجهات مزنبيك في السبعة مساء الأحد 14 يناهي العشرين وعشرين على ملعب فليكس أوفوي يبويناي في مدينة أبيتجان بكوديوار في الجولة الأولى من دور المجموعات بكاس الأمم الأفريقية يبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهات مزنبيك في الجولة الأولى ثم الصدام مع غنه في لقاء مرتقب بالجولة الثانية على أن ينهي مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر وتقام جميع المباريات المنطحة بالمصر في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فليكس أوفوي بويناي في مدينة أبيتجان وهو الملعب الذي يتسع ل33 ألف متفرج موعد مباراة الجزائر بأنجولة وقنوات النقلة للمباراة كاس أمم أفريقيا يسعى محبي قرية القدم الأفريقية لمعرفة موعد مباراة الجزائر القادمة حيث من المنتظر أن يلقي منتخب الجزائر نظره منتخب أنجولة في الجولة الأولى من بطولة كاس الأمم الأفريقية يوم 15 ينار القادم بوكوديفوار ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموع الرابع رفقة منتخب بوركينا فاسو وأنجولة هوموريتاريا واستهد المنتخب الجزائري لدخول البطولة من أجل تقديم أداء مميز في هذه البطولة من أجل تفادي المفاجئات من المنتظر أن يتم نقل مباراة الجزائر القادمة في كاس الأمم الأفريقية أمام منتخب أنجولة عبر قناة بينيس بورت ماكس والحصلة على حقوق عرض مباراة بطولة أمم أفريقيا القادمة بشكل حصري وجهت القنوات النقلة المباراة الجزائر على النحو التالي القنوات النقلة المباراة الجزائر وأنجولة من المنتظر أن يتم نقل مباراة الجزائر القادمة في كاس أمم أفريقيا أمام منتخب أنجولة عبر قناة بينيس بورت ماكس الحصلة على حقوق عرض المباراة وبطولة أمم أفريقيا القادمة بشكل حصري وجهت القنوات النقلة المباراة الجزائر على النحو التالي قناة بينسبورت اتش دي وان ماكس تردد القناة حداشر الف وتلاتاشر القناة الصناعي ناسات معدل الترميز سبع عشرين الف وخمسمائة معامل الاستقطاب افقي وجودة القناة اتش دي بيرناردو سيلفا عن شجاره شهير مع محمد صلاح اردت الانتقام منه فقط كشف الدولة البرتغالي بيرناردو سيلفا لعفارقه القرط القدم بنادي منشستر سيتي الانجليزي ان شجاره مع محمد صلاح كان انتقاما لما فعلوا به المصر في اكتوبا للماضي جامعة مباراة بين الفاربولة ومنشستر سيتي في زباهر رتز بغضف نظيف على ملعب امفل تريتز سجله النجب من مصر محمد صلاح والان عزيزي المشاهدين اعتقد ان نوصلنا لنهاية الحلقة ولكن قبل انه حديثي سأعطر عليكم سؤال واتمنى منكم المشاركة بقراكم في التعليقات هل ستفوز مصر بكاس الامم الافريقية لا تنسوا ان تشاركوا بقراكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضبطوا لايك اسفل فيديو من اجل دعمنا وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة تفايل زر الجرس لك يسألكم كل جديد بنقدمه اول باول وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي